اشتركوا في القناة وقد اكد الزياني ان الخدمات الجديدة تأتي ضمن الدعم وتوجيهات الحكومة الموقرة واحرط الوزارة على استحداث الانشطة التي من شأنها تطوير بيئة ريادة الاعمال وتعزيز الابتكار لدفع عجلة النمو الاقتصادي الوطني اضافة الى دعم وتشجيع المشاريع الصغيرة للافراد ويهدف نشاط الحاضنات الى فتح افاق الاستثمار في قطاع مسرعات نمو الاعمال للمستثمرين المحليين والاجانب وايضا جذب رأس المال الاجنبي للمؤسسات الناشئة والصغيرة اللي يميز هذا النشاط ان الان اصبح بامكان هذه المطاعم تحصل على ترخيص وسجل تجاري بحد ذاتها كمطعم متنقل وليس بارتباطها بموقع ثابت كما كان الحال عليه سابقا وهذه بهيئة فرصة لرواد الاعمال المستثمرين اللي يحبون يدخلون في مجال الاغذية والاطعمة ان يقلل عليهم حجم الاستثمار ويسحل عليهم ان يبتدون من شيء صغير ويكبرون النشاط الثاني اللي اطلقناه هو النشاط الحاضنات والمسرعات الاعمال وهذه نشاط حيوي نحتاجه لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الاعمال والابداع في الافكار والمشاريع المستحدثة وفي خبر اخر يأمل بمجلس التنمية الاقتصادية في ارتفاع عدد الشركات التي سيستقطبها المجلس خلال العام الجاري الى 60 شركة بزيادة نسبتها 50% عن العام الماضي وتوقع الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي ان يفوق حجم الاستثمارات حاجز الـ 280 مليون دولار التي استقطبها المجلس في العام الماضي وقد اوضح الرميحي ان دور المجلس لا يقتصر على استقطاب الشركات من الخارج فحسب بل يمتد لمتابعة الشركات التي تم استقطابها عبر فرق مختلفة بحسب القطاعات من اجل تشجيعهم على توسيع نشاطهم والتباحث والتشاور معهم لمعرفة احتياجاتهم وخططهم التوسعية وقد لفت الرميحي الى ان مجلس التنمية يقوم بالتركيز على القطاعات الخمسة المستهدفة والتي تشمل تقنية المعلومات والسياحة والصناعة والخدمات المالية والآن مشاهدين نترككم مع اسعار صرف دينان البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية